تسعى واشنطن لتدارك المواجهة الشاملة فبعث بمبعوثها أموس هوكشتاين أو بعث بمبعوثها هوكشتاين الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ووزير الدفاع يو أفغالنت دون أن يحقق أي تقدم نتنياهو بعد لقائه هوكشتاين قال إن سكان الشمال لن يعود إلى منازلهم دون تغييرات أمنية جذرية وأنه يشكر واشنطن على دعمها لكن تل أبيب ستقوم بما يلزم لحماية أمن الإسرائيليين وإعادتهم للشمال لوزيد عليه وزير الدفاع يو أفغالنت بأن العمل العسكري هو السبيل الوحيد المتبقي لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم وأن ربط حزب الله نفسه بحماس يقلل إمكانية التوصل لاتفاق بخصوص جبهة الشمال فيما اكتفى هوكشتاين بالقول إن مواجهة واسعة مع حزب الله في الشمال لن تخدم عودة السكان الإسرائيليين ترجمة نانسي قنقر من القدس تنضم إلينا مشاهدين مراسلة الحدث لنا كلغاسي مساء الخير لنا نريد أن نسأل بداية هل لا يزال اجتماع الكابينت مستمر وهل من تسريبات عن أي مخرجات؟ أهلا بك حقيقة بالفعل ربما فقط قبل خمس دقائق من الآن كان من المقرر أن يبدأ هذا الاجتماع الذي بالأساس تم تأجيله لعدة مرات منذ الأمس كان من المقرر أن يكون هذا الاجتماع أمس ولكن تم أيضا تأجيله اليوم كان من المفترض أن يكون في تمام الساعة التاسعة ولكن بعد ذلك تم تأجيل هذا الاجتماع بطبيعة الحال الموضوع الأهم والأبرز وربما هو العنوان الأساسي لهذا الاجتماع هو موضوع العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية خاصة بعد أن أتى المبعوث الأمريكي إلى إسرائيل اليوم والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو وأيضا وزير الدفاع الإسرائيلي وكلاهما تحدثا أن إسرائيل تريد التوجه إلى عمليات عسكرية في الجنوب اللبناني ولكن كان هناك ربما اختلاف في الآراء بمعنى أن بنيمين نتنياهو يريد أن تستمر الحرب في قطاع غزة وتزامنا مع ذلك أن يشن على ما يبدو عمليات عسكرية في الجنوب اللبناني أكبر من ما نراه في الأشهر الماضية أو رأيناه في الأشهر الماضية حقيقة بينما وزير الدفاع الإسرائيلي أفغلانت هو يريد التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرة إعادة الأسرة الإسرائيليين المتبقين أحياء إلى إسرائيل ومن ثم التوجه إلى عمليات عسكرية محدودة نوعا ما وهذا أيضا ما أكده قائد المنطقة الشمالية تحدث بأن يجب أن يكون عمليات عسكرية محدودة في المنطقة الشمالية يستطيع من خلالها إعادة الإسرائيليين نتحدث عن أكثر من 100 ألف من الإسرائيليين هم خرجوا من الكيبوتسات والمستوضنات الشمالية وتوجهوا إلى مناطق بعيدة لذلك العمليات العسكرية هي الحل بالنسبة للجانب الإسرائيلي ولا أي ربما نقاط تتحدث عن التوصل إلى حل دبلوماسي أو حل سلمي بين حزب الله وإسرائيل طيب لانا إلى جانب هذه الزيارة لهوكشتاين إلى إسرائيل خرجت بعض التصريحات من قبل غالنت وسط هذا السجال بينه وبين ناتنياهو كيف ترجمت هذه التصريحات وتداولها السياسيون في إسرائيل ووسائل الإعلام أيضا؟ حقيقة الخلافات هذه لم تبدأ بالجديد أو لم تبدأ هذا الأسبوع فقط ولم تبدأ بموضوع الجبهة الشمالية هناك خلافات كبيرة بين رئيس الزراء الإسرائيلي بن يمين ناتنياهو وأيضا يؤف غالنت وهو وزير الدفاع وبدأت هذه الخلافات حقيقة منذ الإصلاحات القضائية العام الماضي ولكن ربما تعود إلى الواجهة الآن مجددا خاصة مع العمليات العسكرية في الجبهة الشمالية ويعني بن يمين ناتنياهو الذي يريد أن يشن حرب شاملة ربما على الجنوب اللبناني ولا يريد التوجه على صفقة لتبادل الأسرة طيب لانا ماذا عن ضغوط الشارع فيما يتعلق بضرورة إيجاد حل لصفقة التبادل؟ هل يمكن القول بأنه هدأ الشارع نوعا ما خاصة بعد التظاهرات التي شهدناها والتي شارك فيها أكثر من 400 ألف متظاهر؟ بالفعل كان هناك توقعات لداء الشارع الإسرائيلي أن تستمر هذه المظاهرات لفترة زمنية أطول ربما خاصة كما تحدثت تقريبا 400 ألف من الإسرائيليين خرجوا هذا العدد لم نشاهد وطيلة المظاهرات حقيقة كان هو الأبرز والأكبر مظاهر الأكبر منذ بداية هذه المظاهرات ولكن بعد ذلك ربما عادت الأعداد إلى طبيعتها بمعنى نتحدث فقط عن 100 ألف من الإسرائيليين ليس أكثر بمعنى أنه لن يتجاوز الأربعمائة ألف كما شهدناه في الأسبوع الماضي حقيقة لذلك ربما نوعا ما من الإحباط لداء عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين أرادوا استمرار هذا الضغط الكبير على الحكومة الإسرائيلية لضرورة توجه على صفقة لتبادل الأسرى طيب لانا عن صفقة تبادل الأسرى هناك أنباء من واشنطن تحديدا تتحدث عن إمكانية طرح مقترح معدل لصفقة التبادل هل من التعليق حول ذلك في الداخل الإسرائيلي؟ حقيقة على ما يبدو أن الحكومة الأمريكية مرارا وتكرارا تقوم بإعطاء حلول وربما مبادرات لصفقة لتبادل الأسرى شروط مختلفة نوعا ما في كل مرة ولكن حتى الآن الجانب الإسرائيلي يصر على استمرار العمليات العسكرية وأنه لا يريد أو لا يكترث ربما للضغطات الأمريكية على الأقل هذا ما يتم تداول أيضا في الصحف الإسرائيلية بأن ضغطات كبيرة من الولايات المتحدة ولكن بنيمي نتنياهو يفضل الاحتفاظ بمركزه ومنصبه لفترة زمنية أطول على التوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى وإعادة الأسرى المتبقين في قطاع غزة إلى إسرائيل أشكرك جزيلا شكرا كنت معنا من القدس مراسلة الحدث لانا كلغاسي ترجمة نانسي قنقر